في دارفور لا عيد يبهج المدنيين ولا هدنة تسمح لهم بالتفكير فيه أساسا فشبحوا حرب عرقية يطل على الإقليم الكئيب غرب السودان شرارة نزاع السوداني المرير تسربت إلى الإقليم الحافل بذكريات حروب أليمة فشهدت مدينة الجنينة أبشع الانتهاكات تجددت أيضا في مدينة زالنج عاصمة الولاية وصلحون أقدموا على نهب مقر وزارة الصحة ومستشفى المدينة وأحرقوا مركزا للشرطة والجمارك والمحكمة كذلك سرقوا السيارات المتواجدة في تلك الأمكنة فيما تهمت تنسيقية لجان المقاومة تهمت قوات الدعم السريع بتنفيذ تلك الاتهامات إذن خارطة للتركيب العرقية في دارفور تعقد المشهد وتستنفر المنظمات الدولية على رأس الأمم المتحدة التي جددت التحرير من تحول الصراع الحرب العرقية في دارفور يمتد الإقليم من الصحراء الكبرى في شماله إلى السفانة القديمة في وسطه إلى السفانة الحديثة في جنوبه وله بعض المرتفعات الجبلية أهمها إذا نظرنا مع بعض في هذه الخارطة جبل مرة الذي يبلغ ارتفاعه 3088 مترا حيث توجد أكثر أراضي دارفور خصوبة إذا ما حدثنا عن تقسيم هذا الإقليم الذي ينقسم إلى خمس ولايات هي ولاية شمال دارفور وطبعا عاصمتها الفاشر تقى عند هذه النقطة جنوب دارفور وعاصمتها مدينة نيالة أما إذا ذهبنا إلى ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة التي تقى عند هذه النقطة وولاية شرق دارفور وعاصمتها الضعين عند هذه النقطة وولاية وسط دارفور وعاصمتها زالنجلي تتقى عند هذه النقطة أيضا يبلغ عادة سكان دارفور ما يقارب 7 ملايين وخمسمائة مليون نسماء حسب آخر إحصاء للسكان ست 2008 وتوجد في شمال دارفور غالبية عربية من القبائل أهمها الزيادية وبني فضل وارزقات والمحميد والماهرية وقبائل ذات أصول أفريقية مثل قبيلة الفور التي يسمى الإقليم على اسمها بالإضافة إلى قبيلة زغاوة والتي تمتد إلى ليبيا وحتى تشاد وإليها ينتسب رئيس تشادي إدريس ديبي أما إذا ذهبنا إلى غرب دارفور فتستوطنه هناك قبائل أفريقية من أبرزها المساليت وبعض القبائل العربية مثل بني حسين أما إذا انتقلنا إلى جنوب دارفور فهناك قبائل عربية مثل الرزيقات الجنوبيون والهبانية والتعايشة بالإضافة إلى قبائل أفريقية عدة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر